لقطة كده أنا معجب بأهل العربي يعني من قام الحج محمود العربي يعني هذا الصناع البار ببلده يعني هذا الرجل يعني اللي إداني نموذج حي من نماذج ولاد الأصول يعني النهاردة هو اتكرم الحج محمود العربي من 13 سنة اليابان قرمته بعد 13 سنة تم تكريم ابنه اللي صورته موجودة دلوقتي إبراهيم العربي إبراهيم العربي نهاردة بعد 13 سنة يعني قامت حكومة اليابان للمرة التانية بمنح أحد أفراد عائلة العربي وسام الشمس المشرقة اتسلموا المهندس إبراهيم محمود العربي رئيس مجلس الأعمال المصري الياباني رئيس اتحاد العام للغرف التجارية المصرية رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي ليه؟ عشان بيدعم العلاقات بين مصر واليابان الامبراطوري الياباني نفسه هو اللي سلم المهندس إبراهيم العربي وسام الشمس المشرقة النجمتين الزهبية والفضاية عايز أقول له حراتكم ده أرفع وسام بيتم منحه لأي حد غير ياباني وتم منحه بالقصر الامبراطوري بالعاصمة اليابانية التوكيو بحضور رئيس الوزراء الياباني ليه؟ تخير بقى الامبراطور ورئيس الوزراء بيكرموا مواطن مصري علشان جهدوا على مدار حياته العملية بالإنجازات المشهود لها بدعم العلاقات المصرية اليابانية يعني تحية ليه؟ يعني بص هذا الشبل من ذاك الأسد زي ما بيقولوا عائلة العرب كلها عائلة خير واسباها دايما لما بييجي بيبقى محل احترام وتقدير عائلة العرب كلها احتمر